في إطار الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السياسية في ليبيا تنعقد في تونس اجتماعات اللجنة القانونية لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي ستمهد الطريق لإجراء الانتخابات المقررة في نهاية هذا العام مصادر أكدت للغد أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعهم على مبدأ أن الانتخابات أولا ولا تنازل عن إجرائها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل وتأسست اللجنة القانونية وفقا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وتضم سبعة عشر عضوا من أعضاء ملتقى الحوار يقومون بمتابعة التقدم في المسار الدستورية بهدف تأسيس قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل التأمت في تونس اجتماعات اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي والممتدة حتى الجمعة برعاية الأمم المتحدة اللجنة القانونية التي تأسست وفقا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وتضم سبعة عشر عضوا من أعضاء الملتقى تنقش خلال الاجتماع عدة ملفات من بينها القوانين المنظمة للانتخابات والإجراءات المطلوب وضعها لضمان نزاهة الانتخابات والتسع دائرة مشاركة وتمثيل جميع المناطق والطيارات وسيتم عرض مخرجات الاجتماع لاحقا على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي وخلال الاجتماع أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش أهمية الجهود التي تبذل لتحقيق أهداف خارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس منتصف نوفمبر الماضي ودعا كوبيش أعضاء اللجنة القانونية إلى وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق بشأن وضع إطار دستوري وانتخابي يمكن من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ويعد المسار الدستوري من أكثر الملفات تعقيدا في ليبيا مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتعدد المقترحات التي تتراوح ما بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ عام 2017 أو إجراء استفتاء حول الدستور إضافة إلى الخلافات حول المواد التي تتعلق بالنظام الحكم وإدارة وتوزيع الثروة ويأمل الليبيون في أن يتمكن المشاركون في الاجتماع الدستوري من تجاوز تلك الخلافات والتوصل إلى تفاهمات نهائية تفضي إلى الاستحقاق الانتخابي في الموعد المتفق عليها وفقا لخارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وينضم إلينا ضيفان من بنغازي عمر النعاس عضو الهيئة التأسيسية لسياغة الدستور الليبي ومن طرابلس الدكتور سامي الأطرش أستاذ القانون الدولي خبير في الشؤون الدستورية أهلا بكما معنا في الحصة المغاربية لعلي أبدأ معك دكتور الأطرش تعليقك بداية على اجتماعات اللجنة القانونية في تونس وهل ستنجح هذه اللجنة بالفعل في تجاوز خلافاتها وتقدم قاعدة دستورية توافقية وقابلة للتطبيق أم لا نعم أولا تحية لحضرتك ولمشاهديكم وضيفك الكريم أيضا الحقيقة يعني كل ما بني على خطأ أو على باطل يستمر باطل بالتأكيد يعني هذا الجسم المسمى بالـ 75 شخصية لقيادة الحوار الليبي الليبي الحقيقة هي نفسها كانت موضع طاعن الحقيقة من الشعب الليبي باعتبار أنها لا تمثل أي مشروعية دستورية وبالتالي ما نتج عنها كان الحقيقة إلى الآن لم يؤدي إلى النتائج المطلوبة ولكن اللي أكثر غرابة أن الأمم المتحدة ما زالت تحاول أن تخلق جسما جديدا بما سموه باللجنة القانونية وهي لا تمتلك الحقيقة أي شرعية دستورية نهيكة على أن هذا الجسم يعني الناتج على توصيات لما جاء في الحوار في جينيفا كان يعني من 21-22-2021 منتهي الصلاحية لكن ألا تعتقد دكتور أطراش إذا ما تم إقرار القاعدة الدستورية من قبل مجلس نواب ألن سوف تصبغ صبغة قانونية على هذه القاعدة بالتأكيد إذا هذه فرضية ولكن أولا يجب كما قال رئيس مجلس النواب يعني بين بيقوسين إذا كان هذا المجلس الحقيقة كان لزاما أن يدخل أو يضمن الاتفاق السياسي اللي هو المرجعية الحقيقة لكل ما لاحقه من مخرجات سياسية سواء في برلين أو في جينيفا أو في زنيغات أو غيرها لأن المرجعية لا يجب أن ننسى هذا أن المرجعية القانونية الدولية المسجلة في الأمم المتحدة كوثيقة دولية هي الاتفاق السياسي ولكن لذا يتمتع هذا الجسم التشريعي بهذه الميزة عليه أولا أن يعترف بالاتفاق السياسي كلية ويلحق الملحق الرابع نعتقد بضم هذا الاتفاق كاملا وكما جاء وبالنص والحرف في الإعلان الدستوري وهذا ما سمعته شخصيا من السيد رئيس مجلس النواب في اجتماعات سرط مؤخرا ولكن يبدو أن هذا كان خطابا فقط لعرقلة إنشاء الحكومة الوطنية ولكن أتمنى أن يضمن أولا حتى نستطيع أن نجمع بين الإعلان الدستوري وقواعده الحاكمة وبين الاتفاق السياسي وقواعده الحاكمة حتى يمكننا أن نوظف القواعد الدستورية الحقيقية وليس التلفقية التي تحاول هذه اللجنة أن تسير فيها لأن مجلس النواب قام بعدة قرارات وعدة خطوات أجهض من خلالها المشروع الدستوري الذي عانى فيه هذه الجمعية عانت الكثير ولمدة طويلة من الزمن والآن يجهض هذا العمل باعتبار أن هناك أفكار أخرى تريد أن تمررها جهات معينة لتكون مناسبة لمقاصة ساسة معينين في ذهنهم سيد النعاس هناك أنباء من مصادر من داخل اللجنة القانونية تقول بأن القاعدة الدستورية سوف تكون جاهزة هذا اليوم هل تعتقد بأن اللجنة الدستورية المشكلة من قبل مجلسي النواب والدولة والتي أخذت أشهر لإيجاد أساس دستوري هل سوف تنجح اللجنة القانونية في إنجاز نفس المهمة في ثلاثة أيام فقط؟ أهلاً أستاذ نبيل أرحب بك ورحب بكل عاملين في قناة الغد ورحب بالدكتور سامي أهلاً أستاذ وكل المشاهدين الكرام الحقيقة أن مفهوم القاعدة الدستورية غير واضح عند السادة في المتقل الحوار السياسي لأن القاعدة الدستورية هي ليست أشخاص يأتون بها من فراغ هي أن يكون عندها مصدر شرعية حقيقي المصدر الشرعية هو الشعب الليبي يعني لماذا يتناسى الملتقى السياسي ولماذا تتناسى البعث الأمومية لماذا يتناسى أن هناك هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب الليبي وأن هذه الهيئة المنتخبة من الشعب الليبي أقرت مشروع الدستوري الليبي يوم 29 سنوات ونصف وهذا المشروع هو جاهز لاستفتاء عليه من الشعب الليبي لماذا هذا التناسي يعني ما هي المشكلة في ذلك هل هناك محاولة لسلم إرادة الليبيين لفرض إرادة أخرى عن الليبيين البعث الأمومية انتهكت ميثاق الأمم المتحدة الميثاق يقول إن من حق الشعوب أن تقرر مصيرها لكن سيد النعاس إذا سمحت لي على المقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور هناك من يقول بأنها عملية تأخذ وقت طويل خصوصا إذا ما تم الاستفتاء أول مرة بلا في إحدى الدوائر الانتخابية نهيك عن الخلاف بين أعضاء الهيئة نفسهم على بعض محتويات وبنود هذا المشروع يا أستاذ نبيل المشروع الدستور أقر بأغلبية دستورية صحيحة بمقر الهيئة التأسية بمدينة البيضاء وهذه الأغلبية كانت 43 عضو من 44 عضو حاضرين ويتجاوزت النصوص الواردة الأغلبية الواردة في العلن الدستوري هذا أولي مقالبة أم توافق سيد النعاس؟ لا توافق وهذا النص الدستوري النص الدستوري يقول أن الهيئة التأسية تقرر مشروع الدستور بأغلبية ثلثين زيد واحد الهيئة التأسية قررت مشروع الدستور بأغلبية تجاوزت ذلك بكثير هذه حقيقة نحن نتكلم الآن عن وسائل الديمقراطية الحديثة النقطة الثانية الاستفتاء الاستفتاء ليس مطلب الهيئة التأسية الاستفتاء الشعوب من حقها تستفتي على تقرير مصيرها الاستفتاء وارد في الإعلان الدستوري الصادر في 2011 أن الهيئة عندما يخرج مشروع الدستور يجب أن يطرع الشعب اللي في الاستفتاء عليه الاستفتاء أيضا أصدرت مجلس النواب بتاريخ سبع وعشرين وحداش 2018 أصدر قانون الاستفتاء وتم تسليمه إلى المفوضية الوطنية عن تخافات الآن ما هو الأصل يعني ما هو أين الأصل؟ هل الأصل؟ وإذا كانت نتكلم عن يوم 24 ديسمبر محاولة البعثة الأومية أنها تدغضغ معواضح الليبيين بتاريخ مفصل في تاريخ ليبيا وهو يوم الاستقلال 24 ديسمبر وتحاول أن تقول أن هذا هو التاريخ اللي يجب أن يتم فيه انتخابات وفق قاعدة دستورية لا أساس لها من الشرعية دعني أخذ رأيي الدكتور الأطرش في هذه المسألة هل ما يزال هناك أمل في الإجراء الاستفتاء على الدستور أولا وهل بالإمكان فعلا أن تنجح هذه الخطوة وتحل أزمة الليبيين الدكتور الأطرش أم أنه بعد إصدار القاعدة الدستورية من قبل اللجنة القانونية سوف يحسم الجدل أيهما أولا المسألة ليست تلفقية أي حلول تلفقية سنظل نراوح كما نحن نحن لنا 11 سنة نراوح في منطقة نفسها لم نتغير في مكان لأننا لا نريد أن نتبع القواعد الصحيحة يعني عندما قال السيد النعاس ونأتفق معه تماما أن لا بد كان على هذه اللجنة أن تحترم اختصاصات الهيئة المنتخبة من الشعب الليبي وهي الهيئة الدستورية إذا أردنا نتحدث ديمقراطية وقانون دولي وقانون دستوري وغيرها أما إذا نتحدث مواعيد ومزاج وغيرها هذا مسألة أخرى فنحن الحقيقة نود أن نتحدث من خلال هذه المنظومة الدستورية حتى يصبح الكلام له معنى كما حاصل في تونس الآن يعني سيد الأستاذ سعيد الكذا رئيس الجمهورية بسفة أستاذ دستوري يقول لهم أن مواعيدكم انتهت وبالتالي لا أساس لكم أيضا موضوع تعيين أربع أعضاء بين النواب لا يفقون شيء في علم الدستوري لا يحق يعني إذن هناك قواعد أردت من هذا المثال أن أقول هناك قواعد هذه اللجنة الدستورية رقم واحد منتخبة من الشعب الليبي اثنين هي استطاعت أن تنجز هذا العمل تجاوزت مدتها القانونية تجاوزت هذه نتيجة الآن ولكن نحن نتحدث على كل التجاوزات الموجودة ولكن يا سيد الفاضل عندما جاءت السيد رئيس مجلس المواب وأقر مؤخرا في 2021 بأن يابد من إدخال المنظومة الدستورية والاتفاق السياسي في المنظومة الدستورية يعني عمل بتاع 2015 ديسمبر 2015 تب تحاول تصلح في 2021 في سرط أنا نعتقد أن لو تضمن هذا الاتفاق السياسي داخل الدستوري سيلغي كل القوانين اللا مشروعة اللا دستورية والتي أراد منها أن نعيد عمل الهيئة الدستورية نحن نريد أن نتقدم للأمام لأن نعود للخلف وقام بتقسير وإلى الاتفاق السياسي السابق لكن دعني أسأل في دقيقة أخيرة سيد عمر النحاس هذه المرجعية هي هذه المرجعية هي أستاذ هذه المرجعية أستاذ لكن اسمح لي في الدقيقة الأخيرة هذه المرجعية أستاذ نعم وضحت الفكرة من حضرتك موضوع ضرورة تضمين الاتفاق السياسي ذكرتها مرتين لا يبدو لي مش واضحة عند حضرتك لا لا واضحة لا يبدو لي مش واضحة عند حضرتك ذكرتها مرتين لكن لأنه الوقت قصير كنت أبد أن نتجاوز النقطة هذه إلى نقاط أخرى ما تزال كثيرة في موضوع اللجنة القانونية لكن دعني أسأل السيد عمر هذه علوم علوم دستورية نعم وأنت سيد العرفين والخبير هنا أنا لا أريد أن أدخل معك في مواجهة أنت الخبير هنا ولست أنا سيد عمر النعاس إذا ما تم إصدار قاعدة دستورية بالفعل من قبل اللجنة القانونية هل سوف تدعمونها تدعمون إجراء الانتخابات وفق هذه القاعدة أم لا يا أستاذ نبيل يعني يعطينا فرصة لنبضح لك أنا إحنا الأصل في الحقيقة هو الاستفتاء لمشروع الدستور هذا هو الأصل ولكن في حال أن كل واحد يضع رقيل في طريق الاستفتاء ويبحث عن قاعدة دستورية إذن ما هي المشكلة في أن يتم العمل بمشروع الدستور كقاعدة دستورية لإجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر 2021 ما هي المشكلة في ذلك تعتبر هذه قاعدة دستورية نابعة من إرادة شعب الليبي نحن الآن نتكلم نتكلم دستوريا نتكلم شارعيا يعني الهيئة التنسية منتخبة وفي إصناع الدستير يا أستاذ نبي خليكمل لك ملتقى الحوار السياسي برمته لأنه هو أيضا غير دستوري أو غير شرعي الملتقى الحوار السياسي ما هي شرعيته هل هو يستند إلى شرعية من شعب الليبي أم يستند إلى شرعية من سيد ستيفني خلينا نكون وضحين الآن نتكلم نحن نتكلم عن شرعية نحن نتمسك بأن شرعية شرعية شعب الليبي وإذا كان نتمسك بشرعية شرعية أخرى هذه شيء آخر أنا الآن نتكلم فيك أن الشرعية هي شرعية شعب الليبي إذا كان نحن إذا الهيئة التجزية في صناعة الدستير يا أستاذ نبيل في صناعة الدستير الحديثة هناك أسلوبين لصناعة الدستير إما هيئة متخبة وتصدر دستور دائم زي ما حصل في تونس وجنوب أفريقيا أو هيئة معينة وتصدر مشروع دستور زي ما حصل في مصر نحن الهيئة التجزية الآن هي هيئة متخبة ونحن نص الإعلان الدستوري كنت أتمنى سيد النعاس والدكتور أطرش أن يكون هناك الكثير من الوقت حتى نتحدث بشكل مسهب أكثر ومعمق أكثر أشكركم جزيلاً من بنغازي عمر النعاس عضو الهيئة التأسيسية لسياغة الدستور ومن طرابلس دكتور سامي الأطرش أستاذ القانون الدولي ترجمة نانسي قنقر